كيف يتم توصيل الوصلة السنائية؟ منلاحظ أن رمز الوصلة هو هذا BN فأن هذه الوصلة تسمح بمرور التيار بهذا الاتجاه السهم للشحنات الموجبة ولا تسمح المرور بالعكس وبالتالي في عند التحييز أو توصيله في دائرة فإما التوصيل مباشر كما الشكل منلاحظ أن الموجب يتصل مع B وبهذه الدائرة يمر تيار كهربائي إذن هذا ما نسميه توصيل مباشر أما التوصيل العكسي وهو أن نوصل السالب بB هذا ما نسميه بالتوصيل العكسي وهناك أنواع عديدة للديودات فمنها كما نلاحظ هنا بالشكل في عندي الثنائي الصغير الحجم تيار ضعيف بحدود الربع أمبير ثم الثنائي اللي فوقه بيكون أكبر وهو سنائي الطاقة هذا عندي عبارة عن سنائي ضوئي بلون أزرق وهذا عبارة عن سنائي ضوئي بلون أحمر أو ما يسمى الليد أما الثالث فهو عبارة عن ليد أشعة تحت الحمراء أو ما يسمى انفراريد لا يمكن رؤيته بالعين لكن لو كان فيه كاميرا عبتصور رح نشوفه كيف بيضي كأن يضوء لوحة الديودات في عندي بطارية ومصباح نوصل مع التوالي مع عدد من الديودات أو السنائيات الثنائي الأول انفراريد أشعة غير مرئية الثاني بلون أحمر هذا بلون أزرق هذا الديود عادي يعني ليس مضيء ليس ليد وهذا بعد أضخم لأنه بمرر تيار يتحمل تيار أكبر كيف يمكن تجريب سقط نقوم بتوصيل نرى إضاءة المصباح إذن يقوم بتوصيل انحياة زماني هنا يضيء المصباح للزرق أما هنا فلا ألاحظ إضاءة المصباح أما لو استخدمت تليفون ثمانية جد من مصباح يضيء السبب الآن الآن بدأ يضيء بالعين المجرد لا يرغ هذه الإضاءة اللي ملاحظينها الآن هذه الإضاءة اللي ملاحظينها الآن لكن أشعة تحت حمراء كما موجود فيه أي ريموت مكيف أو لا عند الضغط عليه هذه أشعة تحت حمراء غير مغير أما في حالة تحييز العكسي لو أخدت أي واحد منهم أضاء المصباح سويت تحييز عكسي فأنه لا يمر تيار كهربائي لأنه أصبح في حالة تحييز عكسي لا يمر من أي ديود من الموجودين أما الحالة الأولى اللي شرحناه فكانت تحييز مباشر